أبرز ما يكون لنيلي تلك الفضائل هو ليس العمل العمل قد يقصر عن الإنسان المريض لا يستطيع أن يعمل المسافر معذور بترك بعض الأعمال إنما النية الجازمة والعزيمة الراشدة الصادقة في إدراك ما يؤمل من الخير إنما الأعمال بالنيات و من يخرج من بيته مهاجر لله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجره على الله لا بد من نية النية يبلغ بالإنسان ما لا يبلغ بعمل لكن النية التي لا تصدقها الأعمال ما تصلح تكون نية كاذبة مغشوشة ولهذا لا بد من نوايا صادقة لإدراك هذه الفضائل والأجور من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كيف يتحقق القيام؟ يتحقق القيام بما ذكرت وأشرت إنه من لازم هذه الصلاة صلاة التراوح من قام مع الإمام حتى ينصرف هكذا في حديث بذر في المسند و في السنن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يعني مهما طالت الصلاة و قصرت لكن طبعا معلوم من قيام الليل كسائر الأعمال منهما يكون كبيرا في الأجر و منهما يكون أجره قليل لكن يدرك الفضيلة بهذا العمل و هو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ترجمة نانسي قنقر